ما تكررش كتير بدأت تكرر اليوم من دو لا دا هي تكررت كتير وبدأت على كل وسائل التواصل الاجتماعي مش بس الشاشات ومش بس الإزاعة ومش بس الفضائيات الموضوع بقى كبير جدا والكابتن أحمد حسام ميدو اللي تناولناه هنا مرات ومرات ومرات يمكن عملنا فقرة قبل كده جهاز كشف الصد كان هو أول ضيف للفقرة دي الكابتن أحمد حسام ميدو ما احترامنا الكامل ليه طبعا والتاريخه الكبير كلاعب كرة قدم واحترافيته خارج مصر لكن هو دايما بيقع في صراع بين اللي شافه في الاحتراف وصراع بين ميوله وانتماءاته والصراع ده بيقوده أنه بيكون فيه أراء كتيرة جدا بيحصل فيها تناقضات النهاردة هقول رأي بكرة هقول رأي مخالف ليه تماما وكأن المتحدث هم شخصين مستقلين تماما في موضوع السلة الكابتن أحمد حسام ميدو كان له رأي بيوضح إزاي بتدار الأمور أعلاميا من وجهة نظر الكابتن أحمد حسام ميدو نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيم مهم جدا هل لو نفس الكلام حصل داخل صلة النادي الأهلي ونادي الزمالك مثلا كان فيه الشناوي ووليد سليمان مثلا موجودين وكان فيه كابتن خالب بيبو وكان فيه كابتن يعني كابتن الكبار طبعا الليعابه في النادي الأهلي كانوا موجودين ونادي الزمالك أصار وقال لك أن أنا مش هلعب هل كان هيبقى نفس القرار من مراقب المباراة وهل تاني يوم كان هيبقى نفس القرار بتاع التحدي السلة بص يا كابسيني أنا عارف أنك عارف لك في البسكت كتير ومحمد يوسف ومشترك وانت نظرية المؤامرة موجودة كل فريق أو كل نادي بيشوف في القرار من واجهة نظر وأنه هو موجه ضده وعلى مصلحة الأندية التانية المنافسة عندنا مختلفة شوية يعني إحنا عندنا إحنا مش نديد إحنا بنتكلم أهل زمال الجزيرة في القاهرة والتحاد سبورتي مسموحها في السكندرية وبيخبط فينا الجيش وحاليا من المصلحة للاتصالات يعني الجيش مبارح لسا كذبان سبورتي قبل كده كذب الأهلي فإحنا المنافسة عندنا مختلفة وده مصلحة اللعبة والقرارات عشان الشعبية مختلفة والمنافسة صعبة جدا القرارات على طول بتلاقي فيه البرو وكون النظرية المؤامرة لأ انت عامل الكلام ضدتي لكن إحنا مصلحتنا أن اللعبة تستمجي كده أنا بأكد لك أن الكلام ده لو بنحصل في العكس حياخد نفس القرار ونفسك بدون مسميات طبعا السؤال أهلي ولا زمالك ولو مع الأهلي كان يحصل الكلام ده نائب رئيس اتحاد كرة السلة رد بوضوح بس هو التفت لنوطة مهمة جدا هو بيكلم الكابتن أحمد حسام ميدو فإذا بيقول إن نظرية المؤامرة متواجدة عند البعض صدفة جات كده معاه دارس الأمر ده وفاهم هو بيكلم ميدو المنتمي لنادي الزمالك اللي هو أحيانا بيكون رافض تماما نظرية المؤامرة وأحيانا بيكون داعم نظرية المؤامرة لكن كان الرد شافي وواضح جدا إن سواء أهلي زمالك سبورتنج التحاد قرار التحاد السلة كان هيتطلع بتطبيق اللي هو واقع فرس طيب كابتن أحمد حسام ميدو اللي لسه من شوية عرض لكم هو بيسمع الرأي الموضوعي اللي يخص كل الأندية كان رأيه بعد هذا الرأي الموضوعي اللي تقلوا فيه إن القرار دا كانوا حيطبك على كل الأندية إيه نطلع ونسمع كابتن أحمد حسام ميدو أخيرا ما حدش هيعرف يكسر نادي الزمالك رسالة للجميع مع ما كان مين موجود مين رئيس نادي الزمالك ما حدش هيعرف يكسر نادي الزمالك والكلام دا أنا بقول لكم بقى إنه مش من إعلامي أنا كزمالكاوي ما حدش هيعرف يكسر نادي الزمالك وشابو وتحية بإنه هو رفض إن نجوم الكورة يطلعوا بره الصالة وتغور نتيجة المباراة تغور نتيجة المباراة تحية لللوى عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك بإنه هو رفض إن المباراة تتلاعب وإن الناس رموز نادي الزمالك الكبار يطلعوا بره الملعب وبطلبه إنه هو ينسعب من الدوري مع ما كانت العواقب لأن القرار اللي خرج النهاردة قرار ظالم وأنا بقول لكم وأنا بقول لكم على عكس الكلام اللي قاله كابتن طلبة لو كان العكس ما كانش القرار ده يتاخد بالشكل ده وبالسرعة دي ما حدش هيكسر نادي الزمالك وده قرار ظالم دي الرسالة اللي توجهت لكابتن ميدو اللي كان بيتكلم عن تلخيص الأزمة في إنه نادي الزمالك وقع في فخة إنه أتعرض لمؤامرة وإن ده حصل على نادي الزمالك بس فكابتن ميدو شاف إنه محدش هيكسر نادي الزمالك وشابه وننسحب من الدوري يا كابتن ميدو زي ما حضرتك بتتبنى أجندة واضحة حاولت توصلها على بعض المنصات نبدت مبارع عشان تبرر موقفك إحنا كمان نحب نقول لك هنا محدش هيضغط على النادي الأهلي ومحدش بيتطلع قرارات زي ما أنت بتقول إن آنت بتستمt القرار يطلع عشان لو قلت قبلها كان القرار مش هيطلع داخل النادي الأهلي مش النادي الأهلي اللي كده النادي الأهلي هو اللي بيبادر بعرض قراراته اللي يمكن الإعلامة بيكونش عارف عنها حاجة وكمان النادي الأهلي هو اللي مبيضغطش عليه ورسالة مهمة جدا يا اسامة لقناة النهار اللي بنحترمها كابتن ميدو طالع النهاردة اعتذر لكابتن فاروق جعفر كابتن ميدو اتكلم ان هو بيستخدم برنامجه في توجيه اشياء تخص نادي الزمالك وفي الضغط عن نادي الاهلي في بعض الملفات والاجندات اعتقد لازم يكون فيه قرار واضح تجاه كابتن احمد حسان ميدو اللازم يعتذر للنادي الاهلي احنا هنا قبل كده اتكلمنا عن الكابتن احمد حسان ميدو ووضحنا كل اللي بيحصل حاليا والتصريحات اللي اتقالت من الكابتن احمد حسان ميدو بس عشان الفقرة ما تتهش من المشاهد احنا هنا اتكلمنا عن كابتن احمد حسان ميدو اللي استضاف نائب رئيس نائب رئيس للتحاد وقال له القصة هتتطبع لأي نادي جاء الكابتن احمد حسان ميدو بعدها خلاص ضرب بتصريحات نائب رئيس التحادس لعرض الحائط وقال انسحبه وشابه للنادي وحاول يصور الامر زي قناة نادي الزمالك في فكرة لعب بس ما قالش بقاش كبالة قال هشام يكن ولعبين اخرين وكأن الموضوع هم لعبين مش زي ما تقال من عمر هشام لعب فريق السلة ان كان قسر اللعبين كمان موجودة والسباب اللي كان في الممرات موجود عشان نوضح بس اذا الكابتن احمد حسان ميدو هنا تبنى نظرية المؤامرة طب بعدها بيوم بالزبط نفس هو الكابتن احمد حسان ميدو رأيه ايه في فكرة نظرية المؤامرة نشوف الفيديو ان لازم الناس جوه نادي الزمالك وده قلت وفي ناس زالك مني لكن انا فعلا مؤمن بكده وافضل اقول كده لغاية ما بازن الله هيجي يوم ان انا اغاير ده بايدي ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمة ان الزمالك مظلوم الله ينور عليه صدقني وعلى فكرة عاليه طلع تقول شوح ومش بقول ان انتو تعترف ان الزمالك مش مظلوم خليها بينك وبين نفسك عشان ما تبديش الاحساس للعيب بتاعك يبعايش على دي بالزبط ما انت تخلي العيبة اصلا اتظلمت احنا اه هسخن الجميع حتى لو اتظلمت ما انت انت تكسب اثنين وثلاثة واربعة ما هو ده انا بقول لان انت نادي كبير انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ انها تبطل انها تشتغل على النغمة لان دي اسهل نغمة دي اسهل نغمة دي المرواح نمر اتنين طول ما انت بتفكر بالشكل ده خلان اقول انا كالرجل زمالكاوي احنا عمرنا ما ناخد خطر قدام صح احنا لازم كالنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقية اللي عندنا اقول لك بكل صراحة مالهاش اي لازمة ولا اي دع ان انا دلت تتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت زمالك يبقى الناس تبطل قصة نغمة الظلم والمراحة وان انا مظلوم وان انا كذا على فكرة ان اسهل حاجة اول واحد زمالكاوي اول واحد متربف ناس زمالك وزمالكاوي يقول النقطة دي ده الكابتن احمد حسام ميدو بس وصاد الكابتن احمد حسام ميدو التاني هنا مع نظرية المؤامرة هنا ضد نظرية المؤامرة خلونا نوضح اللعبة بوضوح لان الكابتن احمد حسام ميدو وضحها بوضوح قال انا اول ما بدأت اعلام كان لازم ان انا اطلع بعض السلبيات في جنادي الزمالك عشان المعلنين عشان لما اجي بعد كده اسخر برنامجي وقال تحديدا اكون اداة زمالكوية في ايد مجلس ادارة نادي الزمالك ما يجيش حد بعد كده يكلمني من المعلنين وانا بأصبحت حاليا بالمخطط ده او بالشكل ده اكتر برنامج بيقطع في النادي الاهلي اتقال كده تحديدا يا كابتن احمد حسام ميدو كنا شايفينك ان انت ممكن تكون نموذج اعلامي متميز ولكن للأسف الصراع ما بين احترافيتك وما بين انتمائك وميولك انتصر فيه الانتماء والميول فاصبحت اسرع اعلامي بيطلع تصريحات متنقضة فيقل مدة اعلامية زمنية للإعلام بقالك تقريبا كذا شهر اتمنى من الكابتن احمد حسام ميدو في حالة اتصاقه مع ذاته هو عارف القناة اللي يقدر يشتغل فيها وبنأكد النادي الاهلي مهما كان اعلاميين ومهما تطاول ومهما حاول البعض يقطعه هيكمل في طريقه لان النادي الاهلي اقوى بكتير من اي اعلامي او اي اخفاق او اي محاولة تقطيع فيه واعتقد المتضرر الوحيد من النظرية دي هو ناديكا كابتن احمد حسام لان اللي قال قبل كده عن مؤامرة وكالة الاهرام كان هو انت اللي قال عن بطولات النادي الاهلي اللي تدخل فيها تحكيم كان هو انت اللي تكلم عن كتير من المغلطات حتى في قضية نادي القرن كان هو انت فانت ببساطة شديدة جدا تحصد اللي انت زرعته وعلى فكرة لن تتوقف عن ترديد المؤامرات لان مش هتقدر تخرج برا الترس لان لو خرجت برا الترس هتبقى وحيد هتبقى منبوز فمش هتقدر تقدم رسالتك فهتضطر تقول اللي جمهورك عايز اسمعه وجمهورك هنا انت عارف هو مين نشوفكو في حلقة جديدة من الاهلي خط احمر وستظل النادي الاهلي خط احمر امام اي محاولات للنلمن نشوفكو الحلقة الجاية